أحكام الأضحية والعقيقة أولاً الأضحية الأضحية هي ما يذبح في البيوت يوم عيد الأضحى والأيام الثلاثة التي تليه تقرباً إلى الله تعالى وأفضل ما يذبح من الإبل والبقر والغنم أسمنه حجماً ثم أغلاه ثمناً ولا يجوز أن يقل سن ذبيحة الضأن عن ستة أشهر ولا يجوز أن يقل سن الإبل عن خمس سنين ولا يجوز أن يقل سن البقر عن سنتين وتجزئ الشات من الضأن في الأضحية عن الشخص الواحد وأهل بيته وتجزئ البدنة والبقرة في الأضحية عن سبعة أشخاص لقول جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما ولا يجزئ في الأضحية إلا السليم من المرض ومن نقص الأعضاء ومن الهزال فلا تجزئ العوراء ولا العمياء ولا الهزيلة التي لا مخ في عظامها ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع السليمة ولا الهتماء التي سقطت أسنانها الأمامية ولا التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها ولا تجزئ المريضة البين مرضها ووقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق أي ينتهي الوقت المشرع لذبح الأضحية قبل أذان المغرب رابع أيام العيد ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى أن يذبح أضحيته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله ولا فدية عليه ثانيا العقيقة العقيقة هي الذبيحة التي يذبحها الوالد عن ولده تقربا إلى الله سبحانه وتعالى والعقيقة سبب لشفاعة الولد لوالده وسبب في حسن أخلاق الولد وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عقى عن الحسن والحسين وفعل ذلك صحابته الكرام فكانوا يذبحون عن أولادهم وفعله التابعون وذبح العقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها وهي من إحياء السنة واتباعها ويذبح عن الولد شاتان وعن البنت شات واحدة لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه ويجتنب في العقيقة عيوب الأضحية السابق ذكرها فلا تكون عوراء أو عرجاء أو مريضة والسنة أن تذبح العقيقة يوم السابع من ولادة الطفل فإن فاته فيجوز ذبحها في أي وقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر